موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ومسلسل صلاتك من باهر صلواتك وسلسل تسنيماتك من زاهر تسليماتك على العنصر الطاهر الأمجد والنور الباهر المجسد سيدنا أبي القاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وزاده شرفا وقدرا ورفعة لديه وارضوان الله تعالى على آله وأصحابه خير الآل وخير الأصحاب والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وأما بعد اللهم تقبل منا ما كان منا ويسر لنا ما قدم إلينا ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا غير غضبان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوماً ألقاك فيه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم إخواننا الأكارم في هذا المجلس المبارك المتجدد من برنامج أياماً معدودات ومرحباً بكم أيها الإخوة هناك حديث لعلنا جميعاً قد سمعنا به ولكننا لم نتدبره ولم نعرف معانيه لأننا نرى الواقع في أغلبه ليس في عمومه يخالفه الحديث الذي رأه الترمذي أن نبي صلى الله عليه وسلم قال الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها في رواية أنا وجدها أخذها يعني رواية الحديث بمعنىه صحيح ما معنى هذا الحديث نريد أن نقف معه قليلاً في هذه الليلة الوترية المباركة قبل أن نبدأ بشرح الحديث نذكركم بأن هذه الليلة من أوتار العشر الأواخر وهي ليلة جمعة يقول أئمتنا رحمهم الله إذا وافق يوم الجمعة أو إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وترية من أوتار العشر الأواخر فهي أرجى أن تكون ليلة قدر طبعاً ليس جزماً لكن من باب غالب الظن فعلينا أن نؤكد على إحياء هذه الليلة لأنها ليلة جمعة وليلة الثالث والعشرين ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر مكننا الله وإياكم من ذلك وبلغنا ليلة القدر آمين لنرجع إلى الحديث ما معنى الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها بمعنى إذا نصحك إنسان أو رأيت موعظة وحكمة تغير بعض تصرفاتك أو تعدل بعض مناهجك فلا تستنكف من أخذها لا تستنكف من نصيحة وإن جاءت من أقل منك علماً أو قدراً أو حالاً أو عمراً لا تستنكف منها لأن هذه الحكمة التي أتتك أرسلها الله تعالى إليك لا تستنكف أن تأخذها حتى من أقل الناس قدراً اجعلها شيئاً ضائعاً الحكمة ضالة المؤمن بمعنى ضائع الشيء ضائع منك وكلنا نفقد أشياء كثيرة قد نجدها وقد لا نجدها طيب لو ضيعت أنت الآن مبلغاً من المال وجاء يحمله إنسان طفل ألا تأخذه؟ هل تقول اذهب؟ أنت أصغر مني؟ لا أكيد تأخذه المال مالك وكذلك لو جاءك إنسان لا يصلي أو إنسان بعيد عن الله تعالى إنسان فاجر وقال وجدت هذا المبلغ الذي هو لك يعني هل تقول له لا أريد أن تعقل مني قدراً؟ لا يمكن لا يمكن المال مالك من أي جهة يأتيك تأخذه فكذلك النصيحة النصيحة حكمة أرسلها الله إليك شيء ضاع منك شيء ضاع منك وأتى به إليك لا تنظر إلى القائل إنما ننظر إلى القول لنتعلم أن لا نركز على من يقول وإنما نركز على ما يقال هل هو صحيح؟ أو خطأ؟ لا تقول من القائل قل ما هو القول إن كان صحيحاً نخذه من أي طرف يأتيك سنرى بأن بعض الصالحين وجدوا ضالتهم عند منهم أقل منهم قدراً وسنرى إلى أي درجة الإمام أبو حنيفة إمام المسلمين وفقيه الملة رحمه الله كان يمشي فوجد صبية يلعبون بطين زلق فقال لو انزلق الأطفال ربما سيقع عليهم الأذى فجاء إلى صبي وقال له احذر أن تنزلق يا ولدي احذر أن تنزلق يا ولدي فماذا قال له الغلام؟ قال احذر أنت أن تنزلق يا إمام إذا انزلقته أنا انزلقته وحدي ولكن إذا انزلقت أنت انزلقت الأمة خلفك يا الله سبحان الذي أنطق هذا الغلام معناه احذر أنت أن تخطئ في الفتاوى احذر أنت أن تخطئ في الفقه لأنك متبوع إذا أخطأت ستتبعك يعني جماعات كثيرة من الأمة وفعلاً الآن هناك ملايين يتبعون أقوال الإمام أبي حنيفة ملايين عشرات الملايين ليس ملايين فقط فأبو حنيف هل قال له لماذا تجبني بهذا يا غلام أنا حريص عليك أنا خفت عليك أن تنزلق لماذا؟ لا إنما كان أبو حنيفة بعد ذلك عرف بالاحتياط في الفتوى كان إذا سئل في المسألة يتأمل ويتحوط لماذا؟ بتلك الحكمة التي أخذها من ذلك الصبي صبي ما هو علمه بالنسبة إلى علم أبي حنيفة لا شيء لكن لم يستنكف أبو حنيفة قال حكمة وجدتها عند غلام حكمة وجدتها عند غلام أبو حنيفة كان يصلي الفجر أربعين سنة بوضوء العشاء لأنه لا ينام بعد العشاء يبقى مستيقظاً يصلي ويتهجد ويذاكر العلم إلى أن يؤذن الفجر أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء أيضاً كان يمشي فيه طريق وإذا بصبية يقولون افتحوا الطريق لقائم الليل فقال مام أبو حنيفة والله لقد ظنوا فيي ظناً حسناً وإني لا أقوم وأنام أحياناً أقوم وأحياناً لا أقوم يعني لكن يظن بي الأطفال بأني قائم الليل أبداً والله لن أكون مثل اليهود الذين شتمهم الله بقوله أو وصفهم الله بقوله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلون فأخذ حكمته نباقي أربعين سنة يوصلي الفجر بوضوء عشاء طيب إذن هذه حكمة وجدت عند طفل أقل عمراً طيب لا نستغرب أن تأخذ الحكمة من فم أفجر الناس وإذا وجدتها فتقبلها إذا كان فيك يعني شيء تحتاجه ونصحك به إنسان خمار أو إنسان من أتعسي أهل الذنوب وأدنى طبقات المجتمع فلا تستنكف انظر إلى كلامه هل هو حق أو باطل خذه إذا كان حقاً ولا تنظر إلى القائل القائل عنده رب يفتصل به والله خير الفاصلين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفتنة التي حبس بسببها وأراده أهل الضلالة أن يجامل السلطان رفض وبقي وسجن وجلد حتى بان بياض عظمه ظهر بياض عظم أحمد بن حنبل بعد أن مزقوا لحمه لحم ظهره ولم ينطق بالكلمة فلما خرج وقد فرج الله تعالى عنه وهو إمام يعني من أئمة المسلمين الكبار وأحمد بن حنبل هو من هم والإمام الصديق قال له أحدهم يا إمام كيف صبرت وكيف ثبتت على هذه الصياط قال أولا ذلك فضل الله ذلك فضل الله علي وعلى الناس وذلك فضل الله يؤتي من يشاء وثانيا ثبتني على ديني رجل خمار سارق قاطع طريق قيل كيف ذلك يا إمام قال كنت في السجن عندما أجلد ويتهرى لحمي وأراه يتساقط من جسمي ثم أرجع ويضمدني بعض المسجونين معي وأدعى لأجلد مرة أخرى ولم تلتأم جراحي بعد كنت أقول وأنا أساق إلى السياط أقول اللهم إني أعوذ بك من أن تفتنني السياط عن ديني يدعو بذلك يقول لا ترجع للسياط تفتنني عن ديني وأقول ما يريدون كان يستجلب الثبات من الله يقول فلما أرجعت من الجلد جاءني رجل فقال يا إمام أسمعك دائما تدعو الله أن يبعد عنك فتنة السياط قال نعم إنما الثبات من الله قال يا إمام أثبت أنا خمار لص أقطع الطريق قاتل عندما شربت الخمر علمت بإني سأسكر وسأخرج وسيراني الشرطة في الشارع سكرانا وسيجلدونني الخمار يجلد أربعين جلده وكان حكم الله يطبق يقول علمت ورغم ذلك جازفت وشربت الخمر وجئت إلى هنا وجلدت بالخمر أنا تحملت السياط في سبيل الخمر أفلا تتحملها أنت في سبيل الله يقول الإمام أحمد فثبت لم يستنكف لم يقول له تحاسبني انظر إلى نفسك أن تكال لا لم يقل ذلك الكلام صحيح بغض النظر عن المتكلم القول سالم بغض النظر عن القائل طيب لا تستغرب أن بعض الناس قد أخذ الحكمة ليس من صبي وليس من إنسان يعني فاجر بعضهم أخذ الحكمة حتى من حيوان عجيب نعم كان الإمام الماوردي رحمه الله مشهورا بالوفاء مشهورا بالوفاء كان يعني عنده وفاء أجيب يعني من يسلم عليه يحسبه متفضلا يريد أن يكون وفيا معه طول العمر ضرب به المثل بالوفاء قيل له يا إمام يعني الوفاء الذي عندك مضرب المثل فمن أين عرفت هذا من أين عرفت هذه الحكمة قال حكمة أخذتها من كل كيف ذلك قال كان عندي صديق عنده كلب يحرص بيته وقد شاخ ذلك الكلب وهرم وما عاد فيه فائدة فحمله صاحبه وألقاه بعيدا وإذا بالكلب يرجع يعرف الطريق وكلما ألقاه رجع فأراد أن يتخلص منه قال هو لم يبقى منه فائدة إلا النباح والإزعاج فوضعه في كيس وذهب به إلى البحر فرماه أثناء ما رماه سقط منه مال في البحر كان عنده يعني فلوس سقطت منه في البحر سقطت ذهبت ولا حوله ولا قوة رجع وكانت ليلة شاتية باردة فرجع ذلك الرجل البيت فسمع يعني حسحسة عند الباب ففتح الباب وإذا بالكلب يظهر أنه قد نزق الكيس وخرج من البحر والكيس والكلب يسبح وإذا بالكلب يرجع ويرتجف من شدة البرد ويحمل الفلوس في فمه الفلوس التي سقطت من صاحبه يرتجف يقول فألقاه في الباب فذهب وما رأيته بعد ذلك يعني كأنما الكلب سبحان الله الحيوان أحس بأن صاحبه أراد أن يتخلص منه إلى درجة أنه أراد أن يقتله لكنه رغم ذلك بقي وفيا معه لأنه أكل وشرب في ذلك البيت فرمى هذا الكلب يعني وجد أثر على الفلوس لصاحبه وألقاها والكلب وفيه هذا الأمر معروف يفي لصاحبه حتى لو قتل حتى لو مات فقال الإمام الماوردي قال لا إله إلا الله كلب يفي بهذا الوفاء وأنا إنسان ومسلم ومن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكون وفيا والله لأكون النأوفى الناس حكمة وجدها عند كلب ليس في ذلك أشكال ليس في ذلك استنقاف وليس في ذلك استنقاص المنتفع هو الذي يأخذ بالحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طيب الكلب حيوان ذو روح يمكننا نقول كلب يعني ذو روح وذو الروح قد تحصل عنده بفعل الروح التي خلق الله تعالى فيه ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي قد تحدث فيها فلائل ولكن هل يمكن لحجر أن تأخذ منه حكمة وهو جماد أصم نعم كان أحد الأئمة يدرس العلم ولكنه كان بطيء الاستيعاب يحفظ قليلا لا يفهم المادة يزعج الأساتذة أعيد علي هذا الدرس حتى قال له ذات يوم أحد المشايخ يا فلان العقول درجات ويبدو أن عقلك لا يتحمل العلوم الشرعية العلوم الشرعية صعبة هناك مئات الآلاف من الأحاديث لكل حديث عشرات ومئات الأسانيد والقرآن له تفاسير وعلوم اللغة العربية إثنى عشر علما العلوم الشرعية تحتاج إلى عقل وقاد تحتاج إلى فكر خالي وعقل إنسان عقل يعني ذكي شديد الذكاء فانصرف وابحث لك عن مهنة أخرى وابحث لك عن شيء آخر أنت علمك يعني عقلك ضعيف فقال إنا لله وإن إليه راجع ساذهب وابحث عن عمل آخر وأتخصص بتخصص آخر فرجع إلى أهله في الطريق مر بسحراء وإذا بقوم يستقون من بئر حبل ممدودة في بئر فجاء ليشرب الماء فوجد حبل من ليف حبل من ليف وهلالك صخرة والحبل يمر من فوقها نظر وإذا الصخرة مشقوقة قد أثر فيها الحبل فقال صخر ينحته ليف كيف ذلك الصخر لا ينحته الليف لكن بكثرة الذهاب والإياب ينزل دلو وليسحب الماء وينزل ويصعد بكثرة الذهاب والإياب نحيط الصخر بوسطة الليف ثم قال علي أن أخذ الحكمة من هذه الصخرة فهي رسالة أرسلها الله إلي عقلي مهما كنت غبيا مهما كنت قليل الاستيعاب والفهم لكن لا يكون مثل الصخرة فبالأخذ والأخذ والرد أثرت الصخرة أو أثر الحبل بالصخرة إذن لو راجعت دروسي إذا كنت أقرأه مرة أقرأ الدرس مرة ولا أفهم علي أن أقرأه مرتين إلا أقرأه خمس مرات أقرأه عشر مرات المهم العقل لا يكون مثل الصخرة فإذا كانت الصخرة قد تأثرت فعقلي حتما سيتأثر أكثر فرجع إلى مدرسته وصار يقرأ الدرس مضاعفا وصار من خير الطلاب وتخرج وصار إماما كبيرا من أئمة الأمة ذلك هو الإمام عمر التفتازاني صاحب المؤلفات الكبيرة صاحب التفاسير وصاحب كتب العلم العقائد وصاحب الفقه وصاحب الأصول وجد حكمة عند حجر جماد ليس له عقل ولا قلب ولا روح فالحكمة ظالة المؤمن لا تستنكف من ناصح لا تستنكف من دال يدلك على شيء فإنك إذا استنكفت ولم تأخذه فهو ليس بخاسر هو ناقل والسلعة موجودة عنده لكن أنت الذي تخليت عن هذه السلعة التي ربما تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة إذن هذا ما أردت إيضاحه من معنى الحكمة ظالة المؤمن إذن سنأخذ فاصلا لنذهب بعد ذلك إلى ركن الفتاوى نستغل بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع إليكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى إذن وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم كالعادة على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال تأليقاتكم على صفحتنا في الفيسبوك حيث يبثوا فيها برنامجنا بثا مباشرة طيب عندنا ننتصال الأخت أمم أحمد من الأنبار نعم عليكم السلام عليكم بكم السلام ورحمة الله وبركاته رب الله كريم علينا وعليكم يا رب الحمد لله الحمد لله تفضلي تفضلي أمم أحمد وعنده تالبان مفلوس أربعين مليون وهذه الأربعين مليون ممشغلة وكل سنة يطلق عليها الزكار وهو يشغله ولا هو يشتريدنا بها شي يعني حقه يطلع بدنا زكار نعم يعني وهذه كل سنة تنقص صارت خمسة وزافين مليون نعم وعنده أربع ولد بالكلية ليش ما يشغلها نعم ليش ما يشغلها ما يشغلها ما يشغلها إذن الذنب ذنبه هي مادام هي مادام بالغ النصاب يجب أن تزكه كل سنة فهذا يعني شيخنا ما جاء يشغله ما جاء يشغله إذن الذنب ذنبه يا أختي ليس ذنب الشريعة الذنب ذنبه يجب أن يشغلها نعم وعدنع أم دوجي ميس سنة عمره وهي الآن ما جاء الصوم ما شاء الله يجب الفقر ماشا ننطيها للقرايب نعم القرايب فقراء أو الأغنياء لا والله فقراء ما عنده لا وظيفة ولا يشتغل قاعد طيها وبيت أجار قاعد وبيت أجار يخير من طيها طيها نعم طيها نعم أهلا ونسهلا عبد السلام من كاركوك تفضل أهلا و السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا الشيخي الحمد لله بخير حفظكم الله الشيخي عندي سؤال فضل سؤاله والأستاذ حكم الصلاة على الرسول بعد الأبان نعم والسؤال الثاني عندي والده يعني تشتغل وتتعب يصير يصال وهي قاعدة من التعب ولا من مرض يعني مثلا يعني شيخي يعني يتعب وسمينا يعني يتعب يعني سري يعني قاعد طيب واضح واضح السؤال واضح أخي هل لك سؤال آخر انا سورك انا سورك اياك الله نعم طيب قبل أن نجيب على الأسئلة أيضا عندنا سئلة في الفيسبوك طيب أحد الأخوة يسأل يقول المطاعم الذين يفتحون أبوابهم في رمضان وقد كتب عليها المطعم مجاز في شهر رمضان بارك هل هذا العمل حرام أو حلال من أين مجاز يعني مجاز من الحكومة أو مجاز من ملك الموت عندما يريد أن يقبض روحه يقول له أنا مجاز من يا أخي هذه باطيل يحرم يحرم الله سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من يبع وجبات الطعام للمفطرين هذا يعين الناس على الإثم والعدوان وهذا العمل حرام بلا شك هو حلال إذا باع لمعذور إذا باع لمسافر أو باع لمريض حلال لكن هل هو يضمن أن كل الذين يشترون منه هم يعني معذورون أكيد لا لا أخي هذا حرام نعم أخ يسأل يقول ما حكم قول لا إله إلا الله والله أكبر عند ختم القرآن من سورة الظحى إلى النهاية نعم هذا يسمى التكبير يعني التكبير يكون بعد سورة الظحى عندما تقرأ الظحى تقول الله أكبر وعندما تقرأ ألم نشرح تقول الله أكبر إلى أن تصل إلى سورة الناس عند الختم نعم هذا ثابت عن قراء الأمة نعم أحد الأخوة يسأل يقول أنا بنت واحدة أخوة يعني الأخوة أمل تقول أنا بنت واحدة وعندي أخ واحد وأمي تنازلت عن حصتها فكيف يكون تقسيم الإرث الأم بالأصل لها ثمن بمعنى عندها فرع وارث لها ثمن من الزوج وتبقى سبعة أثمان تقسم بينك وبين أخيك لأخيك ضعف حصتك أما إذا تنازلت أمك عن حصتها فتسأل لمن تنازلت بحسب تنازلها تذهب حصتها للذين تنازلت لهم وأخ يسأل يقول ما حكم الصلاة بالحذاء إذا كان الحذاء طاهرا ليس عليه نجاسة فالصلاة فيه صحيحة سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالحذاء قال نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود فإنهم كانوا يخلعون نعالهم وخفافهم في الصلاة إذن فالصلاة بالحذاء جائزة إذا كان الحذاء طاهرا نظيفا نعم إذن عندنا التصالب عمر بن الأنبار تفضل والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله كريم علينا وعليكم مع المسلمين جميعا وسأل الله أني وفقك وصلاك ونفع بك المسلمين إن شاء الله الله يبارك بأمرك يا رب ووفقنا الله وإياكم تفضل بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أنا زوجتي أهلي أرغم أنه قموا دارقيا من الله داول عليه الصلاة والسلام قبر الله بفترة ممكن تعيد السؤال ممكن تعيد السؤال الصوت ليس واضحا إذا تسمعني عيد السؤال الله يرغب عنه إذا تسمعني عيد السؤال الله يرغب عنه نعم الأخت التي سألت أن زوجها عنده أربعين مليون دينار ولا يشغلها عليها زكاة نعم عليها زكاة كل سنة عليها زكاة كل سنة وعليه أن يشغلها حتى لا تأكلها الزكاة طيب وعندهم شيخ كبير عمره مئة سنة هل يعطون الفطرة لأقاربهم نعم بلا شك الأقرب أولى بالتصدق وبالحسنات الأقربون أولى بالمعروف هذه قاعدة ليست آية ولا حديث لكن نعم صحيحة لأن فيها صلة الرحم طبعا سأل أحد الأخوة حول هذه القاعدة يقول أنا أحيانا الناس تعطيني أموال لأوزعها يقول هل أقربائي أولى لا هنا أقربائك ليس أولى أنت هنا الأقرباء بمعروفك أنت هذا المعروف ليس معروفك هذا أنت مجرد وكيل فأعطيها للأحوج فالأحوج لا تقدم عليها أقاربك وأرحامك أعطيها إذا كان في أقاربك من هو محتاج جدا نعم أعطي لا بس نعم أخ سأل عن حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بعد الأذان الصلاة على رسول الله بعد الأذان سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم ادعوا لي الوسيلة ومن دعا لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة يعني بعد الأذان يكون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للمؤذن والسامع ولعل الأخ يسأل عن الجهر بالصلاة بعد الأذان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم ولا عن أحد من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن في حياته وهذا من رحمته بنا لو سألك أسائل لماذا لم يؤذن رسول الله الله تعالى يقول أجيب داعي الله فلو يعني هذه من ناحية أجيب داعي الله من ناحية ثانية أطيع الله وأطيع الرسول فلو أذن رسول الله مرة واحدة لكان الحضور إلى صلاة الجماعة واجب على كل مسلم ولا يعذر فيه أحد لكن رسول الله رحمة بنا لم يؤذن صلوات ربي وسلامه عليك سيد يا رسول الله وصدق من سماك الرؤوف الرحيم طيب فهنا المؤذن بالخيار إن شاء يجهر بها وإن شاء لا يجهر ولكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الوارد عن الصحابة في حضور رسول الله وبعده أنهم كانوا يقرؤونها سرا بعد الأذان نعم الأخ سأل عن صلاة المرأة جلوسا بسبب التعب والسمنة إذا كان الوقوف يؤدي إلى تعب شديد يجوز أن تصلي جالسة هذا في الفريضة إذا أدى إلى تعب شديد بحيث أدى إلى إرهاق نعم هنا يجوز الصلاة أما مجرد تعب يتحمل لا لا هذا لا يجوز ذلك أما في صلاة النافلة فيجوز في صلاة النافلة جائز مطلقا حتى بدون تعب نعم الأخت أم يوسف من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم علينا وعليكم وعالمسلمين جميعا شيخ نابل السحمة عندي أي سؤالين ممكن ممكن تفضلي السؤال الأول أني هل يجوز الزوج يمنع زوجته من أهلها برمضان والسؤال الثاني أنه زوجي أنه ما نعني من الخلطة عندي طفل واحد فقط فيقول عن ما يعني ما يقدر عن الخلطة فشنو حكم هاشيخنا ليش ما نعني شنا الخلطة ما عافية ما يقبل لأنه يعني ماكو اتفاق مسبق بيناتنا فعندي طفل واحد وبعد ما لاقشنا هذا الموضوع نعم طيب طيب شكرا جزيلا شكرا طيب نعم أبو حاتم من إديالة فضل يا أبا حاتم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حاتم عيني سبيل من التليفون الله يرضانك شو يبتعد عن التلفزيون حياك الله بخير الحمد لله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين أبو حاتم بدأت انتظر تسمع التلفزيون يلا تتكلم يعني ألف ونص ألف ونص ألف ونص عن نفر أحيانا بعض العلماء يفتون بالأحواط وبالأكثر أنا أقول لك ألف ونص وتبع على ظهري يعني مثل ما نقول خاطئة برقوبتي ألف ونص عن نفر يعني ألف ونص عادي ونمطيها لأي واحد يتقبلها المقربون يعني أولى بالمعروف المقربون إذا كانوا فقراء أولى بمعروفك نعم لأن يكون هنا يعني إضافة إلى الثواب المساعدة سيكون ثواب ثواب صلاة الرحم أخي الكريم أرسلها على الفيسبوك لأن يلاقوا فسر أحلام من البرنامج لأن سأفتحوا الباب إذا فسرت كل ماكسا سأفتحوا الباب للرؤى حياك الله عني طيب نعم طاهم نفلوجة تفضل طه تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي نعم شوانك شيخي حياك الله عيني تفضل الشيخي احنا من نهل الفلوجة من تهجنا من تهجنا لقينا غراضنا مبيوقة وغراض غراضنا مبيوقة ولقينا غراض عدنا هل يجوز نستعمل إنه لا ما تعرفون أصحاب الأغراض الجديدة يعني لقيتوها بيتكم الغراض مو يا أخي اسمالي إن التليفون الله يرضى عنك بيت خالي لقينا نعم إنه ليس مالاتهم ليس مالبيت خالك يعني ليس مالبيت خالي ليس مالبيت أغراض مثلية يعني أغراض ذات ثمن كبير لو أغراض بسيطة لا أغراض بسيطة لأغراض بسيطة طباق 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 ثلاجة نعم لا بسيطة يعني طباق وثلاجة بس طباق ثلاجة طيب 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 ما إحنا ملاحبنا ونستخدمناه نعم طيب 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 هنا أيضا أخني أسأل هل يجوز دفع الفطرة فلوس وكم المبلغ قل دهامير على النعم يجوز دفع الفطرة فلوس والمبلغ هي 1500 1500 دينار عن النفر وأخ يسأل يقول هل قيام الليل فقط أن تكفي الوتر وقراءة القرآن وهل يحسب لي أجر قيام كامل كل قيام بحسابه فأفضل القيام الصلاة ثم قراءة القرآن ثم الأذكار نعم وإذا قضيتها كلها قراءة قرآن نعم أيضا يحتسب لك قيام إن شاء الله وكل قيام له ثواب يعني بحسابه نعم أخ يسأل يقول كيف يتوب الإنسان توبة صادقة يعني حددنا هناك حلقة كانت ماضية في البرنامج عن التوبة شروط التوبة الإقلاع المباشر عن الذنب بدون تسويف وبدون تأجيل الأمر الثاني أن تعزم على أن لا تعود إليه مهما كان الظرف وتعاهد الله تعالى على ذلك والشرط الثالث أن لا تحدث بما كان أن لا تحدث بما كان وأن تندم على شيء لا أن تفرح لأنك فعلت كذا وتتلذذ بما كان منك يجب عليك أن يجب عليك أن تندم على ما كان منك والله تعالى غفور رحيم نعم هنا سؤال أيضا يقول هل تؤدى زكاة الفطر للأطفال الرضع نعم إذا كان الطفل قد ولد في ظرف رمضان قبل غروب شمس آخر يوم يعني مثلا اليوم آخر يوم في رمضان مثلا إنسان ولد قبل غروب الشمس نعم تؤدون عنه صدقة الفطر طيب الأخت التي سألت أن زوجها يمنعها من الذهاب إلى بيت أهلها في رمضان بلا شك زوجك سيكون آثما أنت يجب عليك طاعته لكن هو سيكون آثما لأنه منعك من وصل رحمك لكن لا يحق له أن يأمره من أن يمنعك من الوصال يعني إذا يقولك قاطع أمك قاطع أبوك لا تخابريهم لا هنا لا يحق له ذلك ويجوز لك أن تخالفيه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق المقاطعة حرام لكن الذهاب إليهم نعم يجب أن تطيعيه لكنه آثم نعم ويمنعه أيضا من الخلفة إذا كانت تريد يعني تقول إحنا ما نقدر تقول هو يقول إحنا ما نقدر يا أخي يعني الطفل عندما يأتي الذي رزقك رزقه الذي وكل ملائكة تحمل أرزاقك وقد بلغت هذا العمر سيوكل ملائكة ترزقه لماذا تفعل هذا الشيء؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بنا انظروا إلى أمتي ما أكثرها لماذا تكون سببا في تقليل الأمة ولا واحد لا تقول لو واحد شيء يأثر لا الواحد يأثر هناك أشخاص واحد قامت به أمة كاملة فربما هذا الذي أنت تمنعه من الخلفة ربما تخلف زوجيتك إنسانا يكون لك شفيعا يوم القيامة تقر به عينك في الدنيا ويرفع بي رأسك في الآخرة لا يا أخي لا نصحك بذلك أما الإخوة الذين سرقت أغراضهم ووجدوا بديلا عنها يعني بما أنه سألتم في مدينتكم ولم تجدوا أصحابها فهذا يعتبر من المتلفات التي تركها الناس يعني كأنهم ألقوها لا يريدونها وبالتالي المتلفات يباحوا استماله إن شاء الله نعم طيب هنا يقول الصلاة جالسا بسبب التعب شرحناها قبل قليل إذا كان التعب قد أفقده القدرة على الوقوف أو كان يعني عليه مشقة كبيرة يجوز له الجلوس إن شاء الله طيب يقول هنا ما حكم في صلاة الجمع عندما يدخل الخطيب ويسلم يصلون ركعتين قبل الخطبة نعم سنة الجمعة القبلية ثابتة على أكثر أهل العلم على أكثر يقول إما أن هناك سنة قبلية للجمعة إذا دخل المسلم ووجد الخطيب واقفا يعني يصلي عفوا يخطب هل يصلي أو يجلس مباشرة نعم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس نعم أخون يسأل ما حكم قراءة القرآن مضطجعا إذا كان بالمصحف أو بالموبايل ما الحكم وما حكم نعم وسأل أسوان آخر سأجيبه على الخاص إن شاء الله بالنسبة للقراءة القرآن مضطجعا إذا كان بالمصحف أو كان بالموبايل أو كان على ظهر القلب ليس في ذلك مشكلة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قرأ بعض آيات القرآن الكريم عند النوم وكان أيضا ويقول الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لكن تأدبا مع المصحف الكريم لا ترفع رجلك تكون بحيث تكون على من المصحف وانت مضطجع نعم طيب اتصال آخر هل الأخوة تيبة مسامرة تفضل قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ بارك خير الحمد لله حفظكم الله أنت لست إليه لا أمكن ممكن تفضل الشؤال الأول ما معنى قوله تعالى وطاف عليهم طائف وهم مائمون نعم طيب سؤال ثالث ما هو الدعاء الذي نقوله في هذه تجاوم هل أكو الدعاء طيب نعم سؤال ثالث ما هو الشيء الذي يجلب الرزق طيب ممنون عيني حياك الله نعم نجيب على سئلة الأخ قال الله تعالى وطاف عليهم طائف وطاف عليهم طائف وهم نائمون وطاف عليهم طائف نعم وهم نائمون هذا أرسل الله تعالى ملائكة العذاب على القوم على أحد الأقوام الذين خالفوا نبيهم فجعل قريتهم كالصريم يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم فهنا الطائف صنف من ملائكة العذاب نعم دعاء هذه الأيام عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول فقال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا عني فيستحب لكل مسلم أن يباشر بهذا الدعاء من بعد صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر في أي وقت أنت تمشي أنت تجلس أنت تذكر الله وأنت تصلي قلها في سجودك اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا عني عسى أن ندرك ليلة القدر بلغنا الله وإياكم ليلة القدر طيب ما هو الشيء الذي يجلب الرزق الصلاة بأوقاتها وخاصة صلاة الفجر بوقتها ليس قضاء كثرة الاستغفار لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماع لكم درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أذكار الصباح والمساء وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جالبات الرزق نعم طيب أم عمر من الأنبار تفضلي أم عمر معنا صال آخر السلام عليكم طيب الأخ أحمد من الفلوجي يبقى معلقا تفضلي أختي عليكم السلام بل زحمة شيخ عندي ثلاثة تفضلي السؤال الأول ابني بعشر سنوات أمره أريد أرغبة بالصلاة يعني مو حال يعني يحب الصلاة نعم أريد أرغبة بالصلاة أريد يعني صلي يرغب بالصلاة طيب والسؤال الثاني بل زحمة عليك شيخ أريد يسوينا حلقة لأن علاقات بالأنترنت علاقات الشباب الزوج والأخ ولها كلهم عندهم علاقات على أنترنت صداقات وشغلات يعني بين الرجال والنساء الحول على قوة الله بالله العلي العظيم نعم أي والله الشيخ شكرا جزيلا أهلا وسهلا الأخ أحمد بن فلوجة كان معلقا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين شيخ بسؤال يصير ختمة القرآن على الميت نعم يصير لأن احنا هناكو هنا جامع يمنح حرمها منو حرمها لا أخي اقرأ القرآن وهدي جامع هنا اقرأ القرآن وهدي للأموات ولا للأحياء ليس هناك مشكلة نعم سؤال ثاني تفضل لديك سؤال آخر ثاني عندي حجية اه اتوسط يوم عشا مات رحمة الله عليها فهي مطلوبة لب الزهد شمطلوبة فمطلوبة مطلوبة فلوج فمطارة الهجة ما لدينا فمطارة الهجة ما لدينا جاعد ندوض لحتى نوسيه ما جاعد نلقى الشهر بهالحالة طيب نعم طيب الأخت سألت أن ابنها عمره عشر سنوات تريد أن ترغبه بالصلاة أختي الكريمة الطفل في هذا العمر يعني يرغب أشياء مثلا يرغب العاب يرغب حلوة يرغب شيء قولي له كل ما تصلي كل ما تصلي أعطيك مثلا حلوة هنا سيكون اقتران بذينه بين الصلاة والحلوة وبما أن الطفل يحب الحلوة فسيحب الصلاة أو رغبيه مثلا بأموال فلوس أعطيك فلوس تروح تشتري براء لما تصلي أو بالألعاب مثلا اليوم أذهب بك إلى كذا إذا أكل عبيمكم يعني يعني رغبيه بأشياء دنيوية مما يحبها الأطفال في عمرهم هذه مسألة المسألة الثانية احكي له بعض الحكايات احكي له بعض الحكايات التي تقرأ بحثي في الانترنت أو كذا بعض حكايات الأمور الصلاة ما صلى ففي هذه الأمور يعني هذه يسمى التربية بالقصة التربية بوسطة القصة بيني له بأن هناك إنسان بأن هناك إنسانا مثلا أعطينا بأن هناك إنسانا نظيفا و هناك إنسان وسخ لماذا هذا نظيف؟ لأنه يتوضى يغسل وجهه يغسل يديه يغسل رجليه لماذا فلان وسخ؟ لأنه لا يتوضى أول مرة ذكري له قصة إنسان نظيف و إنسان وسخ كيف تحب الناس هذا وتكره الناس هذا بعد ذلك يقولي سبب نظافة هذا الصلاة و سبب وسغت هذا ترك الصلاة يعني التربية بالقصة أو التربية بالرغبات و ما شاكل ذلك نعم حلقة عن العلاقات في الانترنت إن شاء الله يكون ذلك بإذن الله موضوع مهم صراحة طيب أما الرجل الذي توفيت أمه وهي مطلوبة غارمة ولا يعرفون الدائن بسبب أعمال التهجير و غير التهجير إن شاء الله ليس عليها شيء ما دمتم تبحثون عن الدائن عموما ابحثوا عنه إذا يئستم تماما فتصدقوا عنها بهذا المبلغ ليكون بثواب الدائن لكن إذا وجدتم الدائن فيما بعد عليكم أن تعطوه حقه نعم أيضا أخ يسأل يقول زوجتي زرعت أطفال أنابيب في شهر رمضان مبارك و عندها علاج فأفطرت بذلك هل تقضي أو تدفع فدية بلا شك تقضي لأن هذه أعذار مؤقتة و ليست أعذارا دائمة فعليها القضاء عندما يعني يزول العذر إن شاء الله نعم هنا أخ يسأل يقول بأن أخته قد توفيت وأمها مريضة لا تعلم ولم نقل لها منذ سنتين نخاف عليها ما حكم ذلك نعم ليس واجبا أن تخبروا أمكم بوفاة أختكم رحمها الله إذا علمتم بأن هذا يؤذي أمكم فلا تخبروها و ليس عليكم شيء إن شاء الله نعم أخ يسأل يقول هل يجوز أن أختم القرآن كل ثلاثة أيام إذا استطعت ذلك نعم فهذا خير إن شاء الله و ليس فيه مشكلة نعم طيب أخ يسأل يقول هناك بعض الأسئلة يعني لا يحسن أن نذكرها يعني نجيب عليها نجيب عليها إن شاء الله على الخاص أخت تسأل تقول أنا حامل في شهر السابع هل أدفع فطرة الصوم لجنيني لا لا يجب على قول جمهور العلماء لا لا تجب فطرة الصوم على الجنين إلا إذا ولد في نهار رمضان في أي يوم من رمضان حتى إذا قبل غروب الشمسي آخر يوم نعم أخ يسأل يقول عندي مبلغ مدخر منذ أكثر من سنة هل تجب عليه الزكاة وكم الزكاة على المليون الواحد نعم بلا شك ما دام قد حال عليه الحول فالزكاة فيه واجبة يعني ما دام مضى عليه أكثر من سنة زكاة المليون 25 ألف دينار لأن الزكاة 2.5% نعم أخت تسأل تقول صلة الرحم على أهل الزوج هل هي فرضا هل هي فرض يعني هي ليست فرضا لكن القطيعة حرام القطيعة حرام لكن هل هي واجبة يعني ليست واجبة نعم طيب أخ يسأل يقول أنا كل شغلي باليد اليسرى ما هو الحكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام في كل شيء حتى في تنعله وترجله يعني يلبس الدعال باليمين وإذا خلع خلع اليسار أولا الترجل يعني المشط كان يمشط باليمين صلى الله عليه وسلم فقط قضاء الحاجة والأشياء المستقدرة تكون باليسار أما بالنسبة لك يعني حاول أن تتعلم لكن إذا لم اجلس سنة لكن إذا بقيت أشول فليس في ذلك مشكلة الأشول يعني للأيسر يعني يتغل باليسرة بالعربي يسمى أشول نعم لا بس إن شاء الله ليس في ذلك مشكلة نعم عباس من بغداد تفضل عليكم الشيخنا العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله كريم علينا وعليكم مع المسلمين جميعا الشيخنا العزيز عندي سؤال الدخول للحمام يصير يعني يعني بساعة الغسل الأسبح أتوضع وضوء كامل نعم يصير ماكو مشكلة الوضوء لا يشترط له ستر العورة الوضوء لا يشترط له ستر العورة حتى لو كنت عاريا في الحمام وتوضأت وضوءا كاملا ليس في ذلك مشكلة إن شاء الله رحمة الله وعديك حماديك نعم هبة من الأنبار تفضلي أهلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعلك سيخنا خير الحمد لله الشيخنا عاني عدي تلات أسئلة ممكن ممكن تفضلي أولا أننا كان لدينا بيت فبابا ما عدا قاني يعني يزقفوا البيت إذا أحنا لدينا زقفة نزقفة بثمان ملايين فبابا ما عدا قاني وانطاع الشخص يعني حمل علينا تحميل أربع ملايين ونصف هذا الشي حرام له لا يعني هذا الشخص بنى لكم بناء وحسبه عليكم أكثر من التكلفة مو هذا سؤالك؟ أختي يعني كلفته رجل مثل ما نقول مقاولة انطيته تسقيف بيتكم مقاولة هو كلفة ثمان ملايين يعني احنا ما عدا قاني يا شيخنا فاهم بس نطيني مجال أعرف أعرف يعني قلمة خالف بس لمدة ثلاث سنوات نحن نبقى نصدد تمام تمام كل شهر يطي ثلاثمية نعم طيب نعم سؤال الثاني السؤال الثاني أختي يعني لا حياة قد أتهي ناصر نازل يعني وهذا الشي يعني خرام الصوم لا لا نعم خلي الصوم ما عليها مشكلة اي نعم وسؤال الثالث صلاة دواتر احنا ما دعنا نصليها يعني نبقى قاعدين للصبح يعني شو كنت نصليها ليش ما نصليها صلوها قبل الصبح صلوها قبل الصبح أختي صلوها ليش ما تصلوها الوتر قبل الصبح ان شاء الله نعم طيب أختي اعتذر يعني بالفيسبوك هناك صفحتي في الفيسبوك يوجد يعني أجيب على الأسئلة من صفحتي الخاصة أمراقون فأذني نعم أبو آمنة من ديالة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبكم الله وجمعنا في ظل عرشه عني سؤال شيخ بدون زحمة إذا مصر نعم الرحمة تفضل عندياني أول شيء مهجر وضرير أسأل الله أن يكون في عونك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من صبر من فقد حبيبتيه بمعنى عيونه وصبر فله الجنة فأسأل الله تعالى أن تكون من أهل الجنة أمين يا جمعين إن شاء الله شيخ عندي اللي تعرف هذا الكرام ينطني موام مال وعندي صار خير من الله مال يعني هل يجيز عليي الزكاة مال فيه طيب إذا كان بالغ النصاب وحال عليه الحاول يعني فلوس بقت عندك لمدة سنة وإن بالغات النصاب نعم تجيب عليك الزكاة تمام شيخ نعم يا جمعين المنة الله وإذا وجبت عليك الزكاة لا يحق لك أن تتقبل بعد ذلك الزكاة يحق لك تأخذ صدقات نعم يحق لك تأخذ صدقات بس إذا زكاة ما يصير تأخذها لأنك لا تعد فقيرا إذا كانت أموالك بالغة أن يصاب نعم طيب الأخ أحمد بن الأنبار تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أنا صالف مع السنة متزول تقريبا نعم والصال ما عندي يعني شنو عقمي رب العمي رب العالمين يعني إذا ما جاءنا أفصال مثلا وأنا صابر يعني صوم وصلي الحمد لله والشكر صدم رب العالمين نعم هذا السؤال الأول طيب ما رجعت الطب ما رجعت الطب هذا تخصص الطب يعني ليش ما خلفت؟ يقول لي ما بيكش شي يعني يقول لي ما بيكش شي آه سبحان الله يعني ما أصدقل ما عندي إمكاني ما عندي إمكاني أن أروحي زراع أو أسمراجع يعني ما عندي إمكاني أنت إذا ما بيكش شي ما تحتاج تزراع ولكن هناك نعم يلا طيب نعم نعم أنت إذا ما بيكش شي يعني إذا الطب يقول لك ما بيكش شي أنه يعني ما يحتاج تزراع بس يا أخي هناك مراكز تختلف عن مراكز الطب في العراق ليس متطورا مع الأسف هناك إهمال الجانب الطبي في العراق يعني ربما لو ذهبت كثير من الناس في العراق يفحصون يقول لهم لا شيء فيك فإذا ذهبوا إلى الخارج وجدوا علا هذه المسألة طبية نعم الله يسر أمرك يا ربي الله يسر أمرك نعم شيخ سؤال الثاني هو الشخص كفر مثل ثلاث ديار وهذا الشخص توفى نعم وأهلا موجودين أهلا يعني موجودين النقل ما عارفوا راحوا أهلا فيصير فلعا مثل النفوس هل أخري الجانب عن طير فقير أو رشلون يعني نعم طيب نعم هلك سؤال آخر جزاك الله خير هاي شي وجزاك نعم طيب هنا رجع للفيسبوك هل يجوز أن أكل منه أنا وأهل بيتي أما أنتي فلا أما أنتي فلا يجوز أن تأكل من نذركي وأما أهل بيتك فنعم فليأكلوها نيان مريان طيب الأخت التي سألت عن تسقيف البيت رجل يعني عندهم بيت ما مسقف ما به سقف لا يستطروا عن أن يبنوا السقف لأن كلفته عالية فقال رجل أنا أبنيه لكم وأخذ منكم ثمنا ربح يجوز ذلك لكن نتبعوا إلى الصيغة إذا هو تولى البناء هو اشترى المواد وبناها وانتهى الموضوع ويأخذوا منكم بالتقصيد جائز مثل مقاولة أخذ مقاولة منكم وربح عليها ماكو مشكلة حلال لكن إذا قلكم أنطيكم الفلوس أنطيكم الفلوس وروحوا انتشتروا وطلعوا عمال وطلعوا بناء وانطاكم الفلوس ويأخذ منكم الفلوس بربح بالتقصيد هذا حرام ربع لأن هنا دوره مقرض لكن إذا قلتوا لأنت روح ابني أنت اشترى المواد وابنينا وإحنا نمطيكم الفلوس نعم هذا حلال إن شاء الله نعم سألت عن نزف الدم بسبب مرض الناسور ونسأل الله العافية لا أختي الصيام صحيح والصلاة صحيحة وليس فيه مشكلة الدم بصورة عامة خروج الدم من الإنسان لا يبطل الصيام إلا دم الحيض والنفاس من المرأة بالنسبة للرجل أي دم يطلع منه ما يأثر أما بالنسبة للمرأة فقط دم الحيض والنفاس يؤثر على الصوم تفطر فيه المرأة وإذا خرج الدم من أي مكان آخر سواء رعف الفم أو الأنف عفوان أو من أي مكان آخر لا يؤثر نعم طيب أخيرا الأخ الذي سأل السؤال حول المسألة كان مطلوب الشخص ثلاثة ألاف دينار ثلاثة ألاف دينار بالنسبة لعراق مبلغ بخص نعم أنت يجب أن تؤديه إلى ورثته إذا توفيه فإذا ورثته لم يعني لا تعرف مكانهم أين ذهب وسألته ولم تجدهم نعم تصدق بها وإن شاء الله يعني الله تصدق بها بثوابه وسأسألها ثوابه ويسامحك إن شاء الله نعم طيب هنا أخ يسأل يقول والدتي مريضة مرض ضغط وقالون مزمن وريد أن أدفع فديتها وأخي قال أعطني الفدية لي لأن قال هو فطرتك أعطني الفدية والفطرة أعطيهم للأطفال فقراء فقررنا أن نشتري أشياء تفرحهم بها هل يجوز بذلك لا أخي لا يجوز إما أن تعطيهم طعاماً أو أن تعطيهم أموالاً لا الفقراء الأيتام كذا أما أن تشتري لهم بها مثلاً أشياء تفرحهم ربما ألعاب أو غير ألعاب لا يجوز ذلك لا لأن الأصطف الفطرة صدقة الفطر والأصل في الفدية أنها طعام وإنما أجاز بعض الأئمة كالإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأئمة يعني أجاز أبو حنيفة دفع القيمة قال لأن المصلحة تقتضي ذلك وبعض الأئمة قالوا إذا يعني بحسب المصلحة وبحسب النفع أما أن تعطيهم أشياء تفرحهم كملابس أو مثلاً ألعاب الطفال لا يجوز ذلك أخي نعم طيب أخي يسأل يقول ما حكم التثاؤب في الصلاة لا يؤثر عليها لكن في التثاؤب بصورة عامة إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة يسن أن تتقي من التثاؤب إذا استطعت أن تدفعها بإغلاق فمك فأغلق فمك إذا لم تستطع فأغلقه بيدك اليمين أو اليسار فإذا كانت باليمين فضع راحت اليد على غمك وإذا كانت باليسار فضع ظهرها هكذا لأن من تثاؤب وأصدر صوت من التثاؤب يضحك عليه الشيطان وإذا لم يقيه بيده ربما بسق الشيطان في فمه هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا سؤال من الأخ حسين القيس يقول هل هذا الحديث صحيح؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو نفذ الخير بالجزيرة فإن نذهب؟ قال اذهبوا إلى اليمن قالوا لو نفذ باليمن قال إلى الشام إن نفذ بالشام قال اذهبوا إلى العراق فقل يا رسول الله إذا نفذ خير العراق قال اطمئنه فإن في العراق خيرا لن ينفذ إلى يوم الدين هذا الحديث لم ليس صحيحا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقوله رسول الله نعم أخ يسأل سؤال تكرر كثيرا حول مسألة الفطرة والفدية يا إخوان الفطرة صداقة الفطر 1500 دينار وبالنسبة للفدية هي 1250 دينارا 1000 ربع طيب أخ يسأل يقول هل ختم القرآن في رمضان واجب الأخت ورداء الجوري لا ليس واجبا لكنه مستحب يعني من لم يختم القرآن في رمضان يفوته خير كثير أفضل الختمات في رمضان أفضل قراءة القرآن في رمضان أفضل الصداقة في رمضان وهكذا نعم طيب أخ يسأل يقول أنا وزوجة أبي متخاصمين يعني متخاصمان وهي يعني يقول حي المزينة علينا ونحن مساكين وكلما يريد أن نتصالح ترفض وتبقى تشتمنا وتبعد أبي عنا فهنا يقال الرحمة لا تشمل المتخاصمين هل يجوز أن نبقى متقاطعين معها يعني أنتم أديتم ما عليكم إذا كانت هي يعني تخاصمكم وتعتدي عليكم وأنتم مسكينات السائلة بنت لا حوله لا قوة الله بالله يعني تخاصمكم وإذا تذهبون تتكلمون معها تعتذرون منها وهي تشتمكم أنتم أديتم ما عليكم حتى لو بقيتم بعيدين عنها فالإثم في رقبتها ولا تكونوا متخاصمين وجوابي على سؤالك أنا لا أعلم ماذا كان في البيت إنما بحسب السؤال طبعا نوصي الآباء الذين مثلا تتوفى نساؤهم ويتزوجون غيرهم يعني بالفطرة هناك بعض النساء لا تحب أبناء غيرها وبنات غيرها وهناك بعض النساء يقذف الله الرحمة في قلوبهم على الأب أن يراقب ما يجري في البيت حتى لا تظلم بناته ولا يظلم أبنائه عليه أن يراقب ما في البيت وأن يراقب تصرفات زوجته وأن يستمع للجميع بلا شك الزوجة إذا ظلمت الأبناء ظرتها هي لا تقول أنا ظالمة إذا كلمت زوجها تكون أمامه ملكا صالحا لكن عليه أن يستمع لزوجته وأن يستمع لأبناه أيضا حتى لا يكون ظالما لأن الله تعالى يحاسب عباده لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رأيته إذن انتهينا انتهى وقت البرنامج علينا وبقيت أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله في الفيسبوك وبقت صلاة معلقة نعتذر من أصحابها تقبل الله منكم صالح الدعاء ولا تنسونا من دعائكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة